موسيقى 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 السلام عليكم قبل ما ابدأ اقول اي كلمة احب ابدأ اياكم السؤال ليش انا اهني او شو اللي يابني انا اهني هذا السؤال بديتي اي من انا صغير اللي هو كنت دايما اسأل بلادنا شو عطتنا كل ما اسأل هذا السؤال احصل امية جواب ولما نتكلم عن بلادنا شو عطتنا ما بنخلص لينباتر لكن السؤال الثاني اللي هو الاهم نحن شو عطينا بلادنا وهذا اليابني انا اهني وياكم محمد الشامسي شو عطينا بلادنا بنبدأ اياكم من اخر شي مراويكم اليوم شو وصلنا شو عطنا شو اللي يديد اليوم بعرض لكم ولدي اللي يديد شامسي فوت هذا الروبوت توا بادي يتعلم علم كيف يمشي أول شي شو يسوي للولد يلحق ابوه وين ما اسير لازم يمشي وراي طبعا هذا الروبوت فكرته انه من انا صغير كنت افكر انا كيف اسوي لربيع روبوت وين ما اسير يمشي وياي اسير السوق يشيل عني الاغراض يساعدني بكل اشياء فبديت بهذه الفكرة واليوم الحمدلله وصلنا لهذا يعني كان حل وانا صغير واليوم وصلنا له مثل ما تشوفون ما بيخلييني شراك تتكلم عني بس بعد ما يعرف يرمس اوكي خلاص نبدأ وياكم وين بديت وين كانت نقدر تتحول ووين وصلت اول ما بديت كانت كانت مسابغة في كلية التقنية وكانت انا طالب دخلت الكلية كنت ابقى تميز في الروبوت ابي صنع شيء جديد فكانت في مسابغة في الكلية فقلت ليش ما اشارك فيها شي انا احبه والت فالحمدلله المسابغة حصت عليها المركز الاول وكان هذا اول انجاز الي يعني قبل حصت على مركز الاول بس تعرفون شو يمكن غوائدي ما تعرفونه كانت في مسابغة في المدرسة انه ينقع النفاق اول واحد اكثر واحد فحصت عليها الاول فعقبها الحمدلله قيادة المركز هالي المرة الثاني انا احصت عليها الاول في كلية في نفس السنة تم اختياري ان انا امثل الدولة في مسابغة في اليابان في الروبوت كانت هالي مسابغة المهارات العالمية هاي المسابغة تعلمت فيها وائد اشياء بغضر نظر ان حصنا التاسع على مستوى العالم لكن تعلمت ان انا اخذ كلمة مستحيل ان احنا نصنع روبوت في الامارات شيء مستحيل واني يسوي هذا التحدي ومن هاك اليوم وانا مرجعت من اليابان قلت انا مثل ما هم الياباني يقدرونوا صنعوا الروبوت بعد انحنا نقدرون صنع الروبوت وراويكم خليه شوي اوكي استشان اول روبوت سويته كان الروبوت الجيل الثالث هذا الروبوت كانت فكرته اني انا ما يمكن في العالم اقدر تصع على الروبوت ومشي في البيت كانت عندنا فكرة انه عندنا صغالية في البيت نبقى نشوف شو مساوين شي يساوون ونحن في الدوام فتصع على الروبوت وخليه يمشي في البيت واحدة من الاشياء استوت خليت انا في البيت وكنت صلت فيه مبره فأترا شوفه يعني كان يمشي وعقبة شوفه احد شاء لنا شابته البشكارة قالت ماما ماما شوفي هذا يمشي الواحد اخر البيت فهي كانت طبعا هذا الروبوت الحمدلله حصات عمدالية الذهبية عن مستوى الخليج وتم اختياري من افضل امية مخترع عربي طبعا الروبوت متحمس البرزنتيشن يشوف بعدها قلت يعني خلاص حين صنعت الروبوت حين لازم حين يصنع شيء اكبر وعشان اصنع شيء اكبر احتاج الى فريق احتاج الشباب مواطنين يصنعوني اي الروبوت دورت يمين ويسار ما حصلت حد حصلت الشباب مهتمين لكن ما حد عندهم الخبرة الكافية في الروبوت فقلت ليش ما نبدأ نصنع نبدأ نصنع نادي للروبوت فبديت اساس نادي للروبوت في الكلية التغنية كان هذا اول نادي في الامارات كبداية وأنا بعدني طالب اساس اول نادي للروبوت في الامارات كان في الكلية التغنية وبدينا نمتشر واليوم الحمد لله عندنا حوال اكثر من 6 اندية حول مستوى الدولة بعدها خلال سنة بالضبط من الاساس النادي اشتغلنا كفريق وكنا نحن ثلاث شباب بس اشتغلنا على الروبوت سوينا الروبوت للشرطة طبعا هذا الروبوت متخصص لمواد الخطرة طبعا هذا الروبوت مثل ما تشوفون حصلنا فارغنا في الاسطور في الكلية ما احد يستخدمه فاشليناه طلعنا الساموال فيه كله بدأنا اغراض كل شيء من اول يديد حطينا فيه كاميرا حطينا فيه اللافتوب النظام تحكم من اول يديد استخدمنا الجهاز ما بلاي ستيشن تحكم فيه فالفكرة اننا نحن نصنع هذا الشيء في الامارات طبعا هذا الروبوت موجود في مستوى العالم لكن نصنعه محليا وبدأت شواتينا نتعلم عن مشروع عديد فبدأنا نسوينا هذا الروبوت فيه كاميرا واللابتوب استخدمناه يعني نتحكم فيه مبعيد من اي مكان فالحمدلله يعني كانت اول انجازنا في النادي بعدها فيه عندنا فيه كانت مسابغة نصنع نصنع طيارة من الصفر كنا ليش هذه المسابغة طبعا ندخل ونتعلم ونستفيد منها ما رح نخسر شيء وكل الناس يقولوا محمد انت خسران في المسابغة ليش نشارك ليش نزل مستواك فيها كتلهم ليش يعني لا بس نستفيد ويتعلم ويتعلمون الشباب ولياي قالوا لا كل المتسابغين هندسة طيران وانت موان تعرف اي شيء في هندسة طيران قلت لهم زي مو مشكلة لو شاركنا ما رح نخسر شيء وكانت هنا البداية سوينا لين قبل المسابغة باسبوع سوينا التسع طيارات والحمدلله تعلمون شو صار بالتسع طيارات هذي كلها تكسرت ولا واحدة منها طارت لكن الحمدلله قبل ان اشتغلنا حتى لين من هال كل الطيارات تعلمنا فيها وتعلمون شو وصلنا شو النتيجة كانت المركز الاول عمسو الامارات رديت والناس اللي كانوا يقولوني محمد ما رح تفوزها قالوا نحن نساعدين لكم المسابغة هذا كان تحدي وهذا هو التحدي واحد يكون دائما يكون عنده تحدي ويقولنا يقدر يسوي هالشي صح ان كان بالنسبة لنا صعب لكن في النهاية كل مجتهدي نصيب ووصلنا لهذه المرحلة بعدها بسنة تقريبا شاركنا في وصوينا مشروع ثاني كان حلمي ان انا سوي طيارة بدون طيار انا اطير بروحة كيف ما عر هذا الشي في بالي وانا صغير وكان مشروع تخرجلي في الكلية وقلت لازم اصوي شي ما حتسواه قبلي فسوي الطيارة اي واحد يقدر يطيرها اعطيها الاحداثيات الاناباها بدون ما يتحكم فيها استير طير بروحة تصير المكان الانابا تصور المكان وترجع يعني ممكن نستخدم فيها كثير من الاماكن وهو اهم شي انها صناعة محلية نحن في الامارات سويناها كالشباب المواطنين مثل ما تشوفون نحن تصوير فيديو عن الطيارة هاي كيف تصور تصور في المكان حسب الحداثيات وعطيناها وترجع وتحل المكان لانا نحدد لياه خلصنا من هذا المشروع شو بعده لازم سوي شي ثاني فيه كانت مسابغة الامارات الابداع هاي المسابغة صنع طيارة بعد وطير بروحها من الصفر يعني تصمم وطير بروحها ما حد تحكم فيها الحمد لله حصلنا على احسن تصميم على مستوى الامارات حصلنا على مركز الثاني لكن موش هاي الجائزة الكبرى اللي حصلتها تعرفون شو الجائزة الكبرى الجائزة ان عندي شباب يصنعون روبوتات في الامارات هذا كان الهدف هذا الهدفي وانا كنت قبل اول ما بديت النادي في 2009 شوفوا اليوم وين وصلنا عندنا شباب يصنعون روبوتات واي شيء وما في عندنا شيء يسمى مستحيل وكل شيء ان اي شيء في باننا نقدر نسوي حاطيني في باننا نسوي بنسوي ارجع اسألك السؤال قبله دا سألت اول مرة شو عطينا نحن بلادنا ما باكم تتجاوبوني انا راح اجاوبكم الاشياء بس لانا سويتها الحمد لله وبعدني ما سويت شيء اليوم اسسنا اول نادي روبوت في الامارات تم اختياري كاول خبيل روبوت اماراتي انظم سابغة محلية وعالمية في الروبوت بالاضافة بالاضافة عندي شركة متخصصة في الروبوت وهي تعتبر الشركة الاولى في الامارات سابغة محلية في الروبوت ومشكورين وما قصت وسامحونا على القصة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر